السلام عليكم ابتصر تاني اخباركم ايه يا رب وكنوا بخير معكم دكتور نسيم من تيم عرب ميديسين وهنتكلم النهاردة ان شاء الله في اولى محاضرات النيورواناتومي في ميديول ال سي ان اس طيب النيورواناتومي يعني هو مش برانشي صعب اوي قد ما هو محتاج تخيل يعني طول ما انت بتذاكر لو انت قعدت بس تقرأ كده في الكتاب او ركزت بس ان انت مجرد ان انت تقرأ من غير ما تتخيل هتلاقي الموضوع بالنسبة لك بيبقى صعب جدا انما طول ما انت بتذاكر بدياجرامات زي كده مثلا او كده او مثلا بتذاكر ببرنامج مثلا زي 3D ده فهتلاقي الموضوع بالنسبة لك بقى يعني اتفه من التفاه فطول ما انت بتذاكر خلي عينك الاول على الرسمة قبل الكلام حط الكلمة دي او الجملة دي في دماغك اللي هو ايه اللي هو خلي عينك الاول على الرسمة قبل الكلام قبل ما تروح تكرأ الكلام لا بص على الرسمة الاول بصيت على الرسم الاول اللي فهمت خلاص اروح اقرأ بقى لاي الدنيا بالنسبة لي بقت ايه بقت سهلة جدا وانا باذن الله يعني هساعدك وهساهل عليك النقطة دي جدا 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 طول ما احنا بنشرح انا هجيب لك احسن الدياجرامات اللي انا هشوفها في السورصات الاجنبية وابدأ احطها لك في ايه في الشرح التاعي وابدأ يقسم لك وعمل لك تأسيمات كده بحيث ان احنا ان هي تساهل علينا الموضوع وفي نفس الوقت بعد ما خلص شرح الجزئية معينة هابدأ اخذك بقى على برنامج 3D ونبدأ نشوفها واحدة واحدة كده ايه مع بعض تمام طيب يلا بينا نقسم الاول النيرفا سيستم او ايه او الجهاز العصبي احنا بنقسمه ازاي بنقسمه الاول اناتومكالي وفانكشن ايه اناتومكالي يعني بنقسمه تأسيمة تشريحية لي ايه بقى بص كده لسنترال نيرفا سيستم سنترال نيرفا سيستم اللي هو ده ويبريفرال نيرفا سيستم ويبريفرال نيرفا سيستم السنترال نيرفا سيستم ده اللي هو ايه اللي هو الجهاز العصبي المركزي يعني اللي موجود في المركز او في السنتر بتاع الجسم يعني مثلا قدي المخة او ده اسمه المخة او البرين وقدي السباينال كورت ده اسمه ليه السباينال كورت الاتنين دول موجودين في الايه في السنتر الاتنين دول موجودين في السنتر البرين الbrain موجود فين موجود في الskull يعني فيه هنا حاجة اسمية الجمجمة بتغطي مين بتغطي الbrain والspinal cord او الحبل الشوكي موجود جوا ايه جوا الvertebral column جوا الايه او الvertebral canal جوا الايه جوا العمود الفقر جوا العمود الفقر يعني الbrain محمي بمين بالskull والspinal cord محمية بمين محمية بالvertebral column كده كلام سهل جدا من ايام ما كنا بناخده في السنوية يعني البرين احنا ممكن نقوله عليه يعني ممكن نقوله عليه الجزء اللي فوق انما ممكن نقول عليه حاجة اسمها يعني الجزء اللي تحت يبقى البرين ده اسمه و ده موجود جوه انما ده موجود جوه جوه الجوه ده كده بالنسبة طب البريفرال نيرفس سيستم هي الأعصاب اللي خرجها من الحاجات دي من المركز يعني البرين مثلاً أو مثلاً حاجة اسمها جزع المخي الوحي البرين ستم بيخرج منه أعصاب بيخرج منه حاجة يبقى الكرينيم بيخرج منه كرينيال نيرفس والسباينل بيخرج منه ويفي pinal نيرفس يبقى من السنتر خرجت بريفرال من الايه من السنتر خرجت بريفر طيب دايب كده بشكل عام التقسيم بتاعتي يبقى أنا تمكالي أنا بقسمها الايه اللي هو عبارة عن البرين والسباينال كورت البرين اهو والسباينال كورت وعندي بريفرال نيرفر سيستيم اللي أنا بقسمه الايه الكرينيال نيرفز اللي هي الكرينيال نيرفز والسباينال نيرفز اللي يطلع من السباين اللي هي السباينال نيرفز طيب تعالوا بقى ان ايه نفسص اكتر الكلام لما اجي بص على البرين هلاقي البرين اهو ده كده انا خدت البرين اهو وبص عليه لقيت البرين متقسم لكذا جزء يعني الكلام ده ممكن ما يكونش عندك في الداية بس هنقول واحدة واحدة مع بعض هلاقي ان البرين ده متكون من 3 حاجات حاجة فوق اسمها الفور برين حاجة في النص اسمها الميت برين وحاجة تحت اسمها الايه اسمها الهايند برين يبقى انا عندي كام جزء عندي فور عندي فور برين وعندي ميت برين وعندي ميت برين وهايند برين زي كده ما كنا بناخد ابل كده في الجاي تي ان انا عندي حاجة اسمها فور جات وميت جات وهايند جات كذلك الحل هنا انا عندي حاجة اسمها فور برين فو ده كده اسمه الفور برين بعد كده عندي حاجة اسمها الميت برين بعد كده عندي حاجة اسمها الايه الهايند برين الهايند برين المخ بتكون من ايه من two cerebral hemispheres او بنقول عليه احنا يعني ايه يعني بص كده لما نيجي نبص هنا على البرنامج هنا اهو ده كده المخ المخ بتكون من ايه من جزئين فصين ادي فصة هو فصة هو فصة وده الفص اليمين وده الفص الشمال يبدأ يسمه two cerebral hemispheres hemi يعني جزء او نصفي تمام يعني كلاها كورة متأسمة نصين two cerebral interbrain يعني الحاجة اللي ما بين البرين ده والبرين ده خد بالك انت ما عندكش مخ واحد انت عندك مخين عندك نصين في الماغ النص اليمين ده النص اليمين وده النص الشمال فانت دلوقتي عندك النص اليمين مربوط بالنص الشمال بحاجة اسمها الانتر برين يبقى دول كده اسمهم ما بينهم حاجة اسمها الانتر برين طب ما انا عايز اشوف الانتر برين ده طب ما انا عشان اشوف الانتر برين ده لازم انا اخفي جزء او حاجة من او ايه هاخفي برين منهم من ضمن الليه البرينز دي اهو بص كده اهو هاخفي ده كمان اهو ولا اقولك سيف اهو بص كده في حاجة في النص بتربط ما بين البرين ده والبرين ده اللي هو الحاجة ده اهي دي كده اسمها الانتر برين او احنا بنقول عليها احنا ضاي انكفالون ضاي يعني اتنين انكفالون يعني حاجة بتربط ما بين الايه ما بين ال دي اسمها الانتر برين هناخد بالتفصيل بتاعتها بعدين المهم من إنت عرفتلي إن الفوربرين اللي فوق بيتكون من ما بينهم حاجة بتربط ما بينهم اسمها الانتربرين أو حاجة اسمها هابص هابص كده الحاجة اللي في النص ما بينهم دي الحاجات الستركشورز دي يعني مثلا دي حاجة اسمها سلامس وحاجة تحتها اسمها الهايبو سلامس دي اللي احنا بنقول عليها الانتربرين خد بالك ده واحد سريبرا الهيمسفير في واحد تاني جنبه بس احنا شايدينه طيب يبقى ده اسمه الايه ده اسمه الفور برين وخدت بعدين مين هاخد بقى بعدين الميد برين اللي هو ده الجزء اللي في النص ده اسمه الميد برين طيب الجزء اللي تحت بقى اسمه الهايند برين والهايند برين بيكون من ايه بص كده اهو بيكون من ده اسمه البونز وبتكون من اللي تحت اسمها الميضالة قبلونجاتة وبيتكون من الجزء ده اسمه السيريبيلم خد بالك فيه فرق ما بين السيريبرم والسيريبيلم السيريبيلم تصغير سيريبيلم السيريبيلم تصغير سيريبيلم وناخد الفانكشنز بتاعته التفصيل المملي بعدين المهم ان انت تعرف لي ان الهايند برين بيتكون من ثلاث حاجات دي السيريبيلم ورقه وفيه المضالة وفيه حاجة بتوصل ما بينهم اسمها الايه اسمها البونز اسمها الايه اسمها البونز اللي هي ده هي حتى بيقولوا عليها معدياتية لأنها بتعدي حاجات أو نيورنز من السيريبيلوم لحد ما تروح للمضالة أوبلونجاتا تمام؟ تاني أنا عارف أن أخدها تاني وأشرح حالك تاني بس بشكل عام كده تبع عارف أن البرين بتاعي أنا بتكلم في بفصص كل ما اسمها البرين البرين ده بيتكون من ثلاث حاجات الفور برين هو الجزء بيتكون من حاجتين أول اللي احنا بنقول عليهم السيريبرا بينهم حاجة اسمها أو بنقول عليها الجزء ده ده اسمه تمام؟ ده اسمه في حاجة في النص اسمها الميد برين وفي حاجة تحت اسمها الهيند برين الهيند برين بيتكون من ثلاث حاجات أول حاجة اسمها السيريبيلوم والميدالة أبلونجاتة وفي حاجة ما بينهم اسمها الهيه؟ اسمها البونز أهي بصها أعلم لك عليهم هو ده الهيه؟ ده كده الهيند برين ده كده الهيند برين كده أنا خلصت أول تفصيلة معي لها البرين طب ناخد الهيند برين الهيند برين سهل جدا هو يعني الجزء ده خلاص وناخده بالتفصيل يعني المفروض في الجزء ده من المحاضرة أو في الهيند الهيند برين هو الجزء التاني من المحاضرة اللي أنا بشرحها دلوقتي دي هناخده بها بالتفصيل الممل ناخد بقى كل حاجة فيه تمام؟ فده اسمه الهيند كده أنا خلصت مين؟ كده أنا خلصت التأسيمة التشريحية للسنترال نيرفا سيستم طب فاضلت برضه التأسيمة التشريحية للبريفرال نيرفا سيستم البريفرال نيرفا سيستم بيكون من إئه؟ كرينيال نيرفز أعصاب خارجة من الكرينيام والسبيziestل والنيرفز أعصاب خارجة من السباي الكرينيال نيرفز عددهم كام؟ 12 بس 12 زوج 12 بير يبقى كرينيال نيرفز دول كام 12 ماهم حاجة كلمة بير 12 زوج يعني فيه زوج هنا يعني فيه واحد هنا وواحدين وحدين وواحدين بنا عندي كم 12 زوج من الكرينيا نيرف خارجين منين من الكرينيا نيرفل وفي بقى 31 زوج من الكرينيا نيرفل اللي هما دول بيخرجوا من الفيرتبرال كولوم من حاجة اسمها انتر فيرتبرال فورامنا يعني بصوا كده من اهو ده كده اسمه الفيرتبرال كولوم ما بين كل فيرتبري والتانية فيه فورامنا اهي هي الخرم ده وهو طلع منها العصب ده العصب الطرفي ده ده اسمه الايه العصب الطرفي او السباينال نيرف عبارة عن كام زوج واحد وثلاثين زوج من الايه من الاعصاب يبا ده كان واحد وثلاثين بير من الايه من الاعصاب اللي هي البريفرال نيرفز او السباينال نيرفز طلع منين طلع من الانتر فيرتبرال فورامينا طبعا بيبقى فيه نيرف جانجليا بتبقى موجودة هنا برضو لو عايز تعرف المهم ان انا عرفت كده التقسيمة التشريحية بتاعتي عبارة عن سنترال نيرفز سيستيم وبريفرال نيرفز سيستيم السنترال نيرفز سيستيم عبارة عن البرين اللي هو ده هو والسباينال كورد اللي هو ايه اللي هو ده هو والبرين قسمناه لفور برين وميد برين وهيندبرين وهيندبرين عبارة عن السيريبيلم والبونز والميدلا أولونجاتة أما الفوربرين عبارة عن توسيريبر الهمسفير زي ما بينهم الانتربرين أو الديونكفلون وفيه النص بقى بيبقى فيه الميد برين fala وسبين الكورد خلاص وهنا فيه 12 زوج من الأعصاب الكرينيل وفيه 31 زوج من الأعصاب فيه الاعصاب فيه بقى معلومة أخيرة لو قالت كلمة برينستيم بكتوين من 3 حاجات برين وبونز وميدللا أولونجات البرين استيم او جزع المخ بيكون من 3 حاجات ميت برين وبونز ومضلة ايه قبلونجات ده اسمه جزع المخ او البرين ايه او البرين استيم تمام طيب لو انا بقى قسمت الاعصاب او الجهاز العصبي بتاعي على حسب الوظيفة فونكشنالي هلقين متقسم لحاجتين سوماتيك نيرفا سيستيم وفيسران نيرفا سيستيم هلقين متقسم لحاجتين سوماتيك نيرفا سيستيم وفيسران نيرفا سيستيم يعني فيه اعصاب أعصاب بتحمل إشارات حركية يعني مثلا أنت عايز تحرك إيدك أنت بمزاجك أنا ممكن إيه أحرك صباعي ده أحرك إيدي وديها الفوق أحرك دراعي وديها فوق أحرك مش عارف إيه وديها الفوق ده كله اسمه يعني دي حركات إرادية اللي بيتحكم فيها إيه بيتحكم فيها السوماتيك نيرفا سيستم اللي بيتحكم فيها السوماتيك نيرفا سيستم بيبقى في حاجات افرنتز رايحة للجهاز العصب المركزي او السينيس وفي افرنت بعد كده خارج منه يعني مثلا في افرنت انت مثلا تشكيت بدبوس ففي افرنت عصب حسي يبدأ يروح 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 يعلم يعني يخبر السينيس ان انا تشكيت فيبدأ السينيس بقى يبعث افرنت 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 للعضلات الموجودة هنا علشان تبدأ تحرك ايه تحرك ايدك فالSomatic Nervous System ده عبارة عن Volant Reactivities ده اللي بتحمل Volant Reactivities او بتcontrol Volant Reactivities وبتكاري ايه بتكاري Affrent Fibers رايحة وإيفرنت أفرنت رايحة يبقى أهلا وسهلا سين ياس يقول لها أهلا أهلا إنما إيفرنت بتروح بقى بعد كده بتروح بعد كده إيفرنت Fibers تبدأ تروح بعد كده مثلا لسكن تروح بعد كده لسكنتال Muscles عشان تؤدي الفانكشن اللي احنا عايزين عشان تؤدي الفانكشن اللي احنا عايزين في بقى حاجة تانية الفانكشن اسمها Visceral Nervous System أو اللي احنا بنقول عليها الـ Autonomic اللي هي الـ Involuntary مثلا انت طبعا عارف ان انت أول ما بتاكل بيطلع فيه حاجة عندك اللعاب أو الصلايفا الصلايفا ده الجلاندز اللي بتفرد ده الصلايفا زي مثلا Submandibular gland البروتيد مش عارف الحاجات دي انت بتبقى متحكم فيها لا طبعا الحاجات دي بتفرز لا اراديا فدي ايه Involuntary Activities مثلا الـ GIT بتاعتك هل انت متحكم في كمية الـ HCL اللي بتنتج هنا أو مثلا الحركة بتاعت الامعاء بتاعتك هل انت متحكم فيها لا طبعا فدي تبع الفيسرال فده اسمه الفيسرال Nervous System أو Autonomic Nervous System دي عبارة عن مجموعة من الاعصاب بتتحكم أو بتكون Controlling Involuntary Activities دول بقى اللي هما السمبساتيك والبارة سمبساتيك والكلام اللي احنا بنقوله ايه دايما ده تمام فده التأسيمة بتاعت الجهاز العصب يبتاعي في ناس تأسمها على حسب التشريح وفي ناس تأسمها على حسب الفانكشن اللي بيأسموها حسب التشريح يقولك لا انا عندي حاجات في النص Central Nervous System وخارج منها حاجات طرفية حاجات اللي في النص Brain وSpinal Cord وقسمنا وحاجات طرفية قلنا فيه 12 فوق 31 تحت واللي بيأسموها فانكشن اللي يقولك لا انا عندي حاجات عصاب بتخليني اتحكم بمزاجي او انا ممكن اتحكم فيها وفيه اعصاب Visceral Involuntary Activities وهكذا طيب فيه معلومة اخيرة كده عايزك تكون عارفها ازاي المخ بتاعنا او Central Nervous System بتاعنا محمي بايه او هو محمي بايه Protective Covering بتاعنا Central Nervous System سواء بقى الbrain او Spinal Cord محميين بايه محميين باول حاجة هو العظم ده يعني مثلا المخ بتاعنا اهو محمي بمين محمي بالسكال والسكال 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 بتاعتنا محميه بمين محميه بالفرتبرال كولوم اللي انت شايفه ده يبقى ده ده السكال وده الفرتبرال كولوم السكال اللي بيحمي الbrain والفرتبرال كولوم بتحمي مين بتحمي Spinal Cord طيب نيجي بقى بعد كده لما تيجي تشيل السكال اهو زي ما انت ما شايف انا شلت ايه شلت السكال دي لقيت عندي المخ اهو عمال بشيل بشرح انا انا دكتور عمال بشرح بقى تمام بشرح بشرح لقيت المخ طب هل المخ باللون ده يعني المخ مش بيبقى احمر كده وفي حاجات تعرجات او الهي الرجي والحاجات دي اه فعلا بس ايه ده بقى يعني هو ليه باهد كده قالك باهد لانه بيبقى عليه طبقات بنسميها احنا المانجيس او الايه او الغشاء السحائي اسمها المانجيس المانجيس دي من برا الجوة بتبقى عاملة زي ايه بتبقى اول حاجة طبقة اول طبقة لما انا جاء اشارها كده اسمها ليه اسمها الديورة اهي دي الطبقة دي الاولى اسمها ليه اسمها الديورة او طبقة ليه السميكة بص كده ايه دي كده الديور هشيلها انا هشيل مين هشيل الديور لسه المخ بتاعي ما ببقاش واضح قوي لسه باهد ليه لان فيه طبقة بعدها اسمها الاراكينويد او الام العنكبوتية طب ليه عنكبوتية هنقول دي اسمها الام العنكبوتية شلتها بدأ يوضح للمخ بس في حقيقة الامر فيه طبقة لزق على المخ اسمها الباية او الام الحنون لزق على المخ بالزبط يبقى عندي كم طبقة عندي 3 طبقات بعد الاسكالد يعني انا شيلت الاسكالد لقيت فيه طبقة هنا اهي اسمها الايه اسمها الديورة وفيريفيك بص يعني مخالية البرين مش واضح تماما عشان كده سميها ايه سميها ديورة لانها جافية تمام بشيل الديورة الاقي طبقة بعدها اسمها الايه الاراكينويد بشيل الاراكينويد الاقي البيع تمام اهو بص كده تعالون بص اهو انا كده خدت اقطاع في البرين او عند الاسكالد لقيت الجزء اللي فوق ده كله ده كده اسمه السكال بتاعه بعد السكال هلاقي الطبقات او المانينجيز اللي بتغطي البرين نفترض ان ده البرين ده جزء من البرين ده اسمه ايه ده اسمه البرين تمام وده يعني مثلا نفترض ان ده كده البرين جزء وده فيه كشرة المخ دي اسمها السيريبرا الكورتيكس دي اسمها كشرة المخ وده البلاد فيسلز اللي بتغزي البلاد فيسلز اللي بتغزي البرين هلاقي ادي السكال هوا بعد الاسكالب بيبقى فيه الطبقات بتاعتي المنجيس من بره الجوه بيبقى فيه ايه بفيه اول حاجة الديورة اللي هي الطبقة دي بتبقى في ريفك بص دخينة ازاي بص عايزك تلاحظ سمكها عامل ازاي اهي ده اللي هي الطبقة اللي اسمها الايه الديورة بعد الديورة هتلاقي فيه طبقة اسمها الاراكينويد او الام العنكبوتية اهي اقل سمكا من اين من الديورة وفي نفس الوقت طلع منها تفرعات كده اهي لانها عنكبوتية لانها ايه لانها عنكبوتية فسميناها اراكينويد بعد الاراكينويد هلاقي فيه طبقة رفياعة جدا جدا لاز داي ريكلي على مين على البري الطبقة الرفياعة دي اسمها البياماتر او الام الايه او الام الحنون اسمها الايه اسمها البيا بص كده ما بين الاراكينويد اهي ما بين الاراكينويد ده اهي الطبقة ده اهي وما بين البيا ما بين البيا ده اهي بيبقى فيه سبيس هنا اهو شايف الاسبيس ده لما بينهم الاسبيس ده تحت الايه تحت الاركينويد فنسميها السب corroكينويد السبيس الاسبيس اللي تحت الاركينويد الاسبيس ده ده بيبقى مليان فلاود اسمه ايه اسمه سيرibro سباين vested rév سيريبرو يعني موجود في المخ وكمان موجود في كمان bois الفلاود ده بيبقى موجود هنا حولين المخ وبينزل تحت كمان حولين מين حولينнь me لقل لان الطبقات ده بتنزل وتكمل برضو مع لأنها بتغطي الـCNS اللي هو بيشمل الـBrain وبيشمل الـSpinal A وبيشمل الـSpinal Cord فالطبقات اللي بتحمي الـCNS هي مين من برة في البونز سواء بسكل أو الطبقات المانيجيس اللي هي ايه اللي هي بيبقى عبارة عن الـDuramater الـArakenoid والبايا تمام وفيه Sub-Arakenoid Space بيبقى فيها ايه بيبقى فيها السريبرو Spinal Fluid تمام ده اول جزء من محاضرتي النهاردة اللي هو التأسيمة بتاعت بتاعت الـA بتاعت الـNervous System بشكل عام عشان تبقى عارفين التداخل علي تبدأ بقى تدخل بقى الـNervous System بيتكون من ايه انا هبدأ بقى اخد ايه جزء هستولوجي كده الكلام ده كله عبارة عن مقدمة بقى هاخد جزء هستولوجي كده كمقدمة ليا برضو عشان لما هبدأ اخد بقى تفاصيل الـNeuro واناتومي ابقى فاهم الدنيا طب الخلايا دي عاملة ازاي الخلايا دي اسمها الخلايا العصرية او احنا بنقول عليها الـ Neurons الـ Nervous Cell اسمها لايه اسمها الـ Neurons يعني ما ستلاقي فيه خلية هنا اهي موصلة بخلية تانية موصلة بخلية تالتة وهكذا اللي هو الايه اللي هو الخلايا دي اهي دي اسمها لايه اسمها الـ Neurons ودي اهم حاجة دي اللي هي الـ Excitable دي اللي انت ممكن ايه من خلالها تبدأ تفكر من خلالها تتوجع من خلالها تؤدي وظيفة معينة دي اسمها الـ Neurons وفيه خلايا بتساعد الـ Neurons يعني انت الاساس وفيه ناس بتساعدك الاساس هو الـ Neurons وفيه حاجات بتساعد الـ Neurons وخلايا اخرى بتساعد الـ Neurons بنسميها احنا الـ NeuroGlide بنسميها احنا ايه الـ NeuroGlide كلمة Glide جاية من كلمة Glu يعني سمغ يعني خلايا بتربط في بعض علشان ايه علشان تسبورت الخلايا الاصلية عشان تصبرتitte لاذا الخلايا الاصلي يبقى انا عندي كام النيرفا سيستم الخلايا بتاعته في الهستولوجي بقى مكونة من جزئين رئيسيين اول خلايا مهمة اسمها النيوروم تاني جزء و تاني خلايا مهمة اسمها النيورو ايه النيورو جلايا طيب النيورو جلايا انا ابدأ اسمها فيه خلايا بتساعد او خلايا جلايا سيلز موجودة في المكان يعني موجودة في البريين وفيه خلاية موجودة في يعني موجودة في الأعصاب دي اللي موجودة في هم خليتين مهمين واحدة اسمها أستروسايتس واحدة اسمها أوليجودينتروسايتس واللي موجودة في واحدة اسمها شوان سيلز واحدة اسمها ساتلايت سيلز ما يهمكش هناخدهم بالتفصيل كمان شوية عدي تعالوا بقى ناخد أول خلية معنا مهمة اسمها النيورونز اسمها ليه؟ اسمها النيورونز يعني النيورونز أنا جبتها منين؟ جبتها من المخ يعني انا كبرت المخ اوي 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 لحد ما لقيت في خلية منها انا قمت واخدها كده وبدرسها دلوقتي انا خدت الخلية دي وبدرس اهي اهي دي الخلية دي انت دلوقتي لو عندك بيت وعايز تدرسه فانت بتدرس اول حاجة الطوبة بتاعته ليه لان هي دي الوحدة البنائية للبيت دي الحاجة الصغيرة ان انا لو حطيت الطوبة جنب الطوبة جنب الطوبة جنب الطوبة هكون في الاخر الشكل بتاع اللي هو البرين فده الوحدة البنائية يبدأ ده النيورونز دي او الخلال العصبية هي الستركشور لا مش بس كده لك والفونكشنال يونيت هي ده الوحدة الوظيفية هي ده اللي بتخليك يعني النيورون ده هو اللي بيخليك تعمل كل الوظائف بتاعت مين بتاعت السينيس التاعته هو في النيرفا سيستم يبدأ ده الستركشوران and functional units ده النيورونز ده الاساس ده الطب ده الجنرال هي ده المسؤولة عن الريسبشن انت تستقبل integration تجمع وترانسميشن او في الانفورميشن استقبلت معلومة خدت معلومة انت دلوقتي بتاخد مني معلومة اهو انا دلوقتي بشرح لك معلومة خدتها شغلتها في دماغك بدأت النيورونز دي ايه ترياكت مع بعضها ده يبعتلي ده يقولك شايف المعلومة دي فيه سينيس وفيه بريفا نيفا سيستم وفيه مش عارف سوماتيك وفيه فيسر جمع الدنيا دي مع بعضها اهو جمعت الدنيا دي مع بعضها ابدأ بقى بعد كده ايه transmit ال ايه nerve impulse بعد كده اه او ابدأ بقى اشرح المعلومة اللي زميلك خلاص انت كده استوعبت المعلومة فهمتها اتكون اعصاب جديدة بشكل جديد نيورونز جديدة تمام ابدأ بقى ايه ابدأ بقى طلع الكلام ده او طلع النيورونز دي او طلع الانفورميشن او المعلومات دي بعد كده وابدأ اشرحها لايه لزميلك تمام فده اللي هي المسؤولة عن كل حاجة في الايه في الوظائف بتاعة المخي بتاعتك النيورونز دي لو انا جيت قسمتها انا عايز دلوقتي اقسم النيورونز بس قبل ما اقسمها تعالوا ايه ناخد ال structure بتاعتها على السريع كده النيورونز بتتكون من ايه من حاجتين اساسيتين اول حاجة اسمها الجسم بتاع الخلية اسمه silbody او السوما silbody او السوما الكلام ده تاخده اكتر بالتفصيل في الفيسيولوجي وفي الهيسيولوجي كمان يبقى اسمه silbody وبعد كده في حاجة اسمها الprocesses اللي هي الحاجة دي يعني في حاجة اساسية في النص اللي هو الجسم بتاعها وطلع منها تفرعات طلع منها ايه تفرعات زي كده تمام فده اسمه ايه ده اسمه silbody silbody ده بيبقى angular in shape يعني بيبقى فيه انجلز كده اهو اهو ده كده اسمه ايه silbody بيبقى angular خد لك بقى من النقطة ان silbody ده هو هو اللي بيبقى فيه النواة يعني لو انا عايزة اصنع حاجة او نيرونز عايزة تصنع حاجة تصنحها هنا في silbody ده اول حاجة تاني حاجة بيبقى فيه حاجة اسمها nistle granules بيبقى فيها حاجة اسمها لايه nistle granules يعني فيه حبيبات اسمها حبيبات nistle موجودة في silbody يعني كلوقتي لو انا عايزة اصنع حاجة مش المفروض التصنيع ده بيجي من النوازات نفسها من الدين ايه بتاع النواة ماهو الدين اللي موجوده هنا بيطلع messenger RNA مثلا messenger RNA يبدأ يخرج بره عشان يخرج بره فين يخرج بره عشان يلاقي مين الريبوزومات الريبوزومات يعني مثلا ده اهو ريبوزوم اهو يبدأ بعد كده messenger RNA ترجم عشان ينصنعني البروتين والبروتين بعد كده يبدأ ينتج اللي هي نيورو ترانسيميترز بعد كده اللي بتخرج من الريبوزومات حل النistle granules دي هي rough endoblasmic reticulum النistle granules النistle granules هي rough endoblasmic reticulum بتاع مين بتاع الاعصاب بتاعتنا او بتاعة السيل بادي بتاعتنا ما هو rough endoblasmic reticulum rough ليه لانه بيبعلي مين بيبعلي الريبوزومات تمام تمام يبدأ السيتو بلازم بتاع مين بتاع السيل بادي بيحتوي على ايه بيحتوي على نistle granules وبيحتوي على حاجة اسمها neurofibrils neurofibrils دي بتساعدها على ايه على ان هي تمسك نفسها زي السيتو سكيلتون كده بتاع الخليج دي حاجة طيب في معلومة مهمة جدا كمان يعني انا هكتب لك هنا ايه المعلومات اللي انا بزودها يعني بزودها عشان تيجي في المسي كيو اول حاجة السيل بادي السيتو بلازم بتاع وبيحتوي على حاجة اسمها نيسل ايه نيسل جران يولز حل طيب هنا بقى هل الخلية او السيل بادي ده بتاع النيوروم بيحتوي على سنتريولز لا يبقى المعلومة دي مهمة جدا عشان المسي كيو ان هي نو سنتريول السنتريول ده اللي كان بيساعد له دي خلية مثلا ايه كان بيبقى فيه هنا اهو وهو دي بتساعدها على ليه على المنقسام ان الخلية دي تروح كده والخلية دي تروح كده واتكون لنا خليتين صح ودي اسمها سنتريول هنا الخلية او النيورونز بتاعتي لا تحتوي على سنتريول فاذا هي ما عندهاش القدرة على division بايميتوزز يعني مثلا لو انا واحد يتخبط في مخه واحد يتخبط في مخه فالجزء ده منه تشال هل ممكن يعوض تاني لا مش ممكن يعوض تاني ليه لانهو لا يحتوي على سنتريول طب لا سؤال تاني ممكن واحد يجيله تيومر في مخه يعني اسأل نفسك كده هل ممكن واحد يجيله تيومر في مخه او ممكن يجيله تيومر في مخه بس مش بسبب الخلية العصبية دي مش بسبب النيورونز بسبب خلية تاني النيورونز لا تحتوي على سنتريول يعني ما تقدرش الخلية دي تكتر الخلية ده هي ما تقدرش تكتر تبقى اكتر من كده لا هي نيورنز تكونت خلاص على كده تكونت خلاص على كده يبقى دي اول معلومة مهمة ان انا عندي نيورنز بتاعة الستركشور بتاعة بتاعة بيتكون من سيل بادي وبتكون من بروسيسز السيل بادي انا بتكلم عنها بتتكون من سيتو بلازم ونواة والسيتو بلازم بيحتوي لحاجة اسمها النيسل جرانيولز اللي بتحتوي على رفق انتو بلازم كريتيكلم وما بيبقاش فيها سنتريول فلذلك فإذا ما تقدرش تنقسم وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها اي تيومرز خالص على الاطلاق تعال نتكلم على السيتو بلازم البروسيسز البروسيسز في بروسيسز صغيرة كده زي ما انت ما شايف طلع اهي في حاجات زوائد صغيرة وفي زائدة كبيرة خد بالك انا قلت ايه زائدة زائدة واحدة كبيرة زائدة واحدة كبيرة يبقى في زوائد صغيرة وزائدة واحدة كبيرة الزوائد الصغيرة تتميز انها كتير انه يمرز وصغيرة شورت شورت زي ما انت ما شايف وبرانش يعني تلاقي واحدة اهي طلع منها برانشات اهي وبرانشات كتيرة جدا جدا المعلومة الاهم بقى من كده ان هي دي اللي بناخد منها المعلومات يعني هي دي اللي بتستقبل او بتكاري الامبلز عشان تروح لمين تروح للسيل بادي وبعد كده السيل بادي ياخد الامبلز بتاعتي من هنا ويبدأ يديها للايه للأجزون تمام طب الأجزون بقى تفاصيله ايه هي زائدة واحدة كبيرة يبقى زائدة سنجل لونج طويلة بتحتوي على زوائد اه اهي بتحتوي على برانشات اه بتحتوي على برانشات ولكن اقل فيور برانش مش زي دول مشوف دول كتير ازاي تمام وبتاخد الامبلز من السيل بادي وتوديها بعد كده اووي فروم الايه يعني هي هي بتاخد الامبلز اووي فروم السيل بادي عشان تبدأ تروح توديها لخلية عصبية اخرى وهكذا لخلية عصبية اخرى وهكذا تمام يبقى دا الستراكشور بتاع مين بتاع النيورون ذات نفسه مهم جدا تكون عارف ان هو بتكون من سيل بادي وبتكون من زوائد او السيل بادي او سيتوبلازمي بروسيسز السيل بادي بيبقى فيه نسل جرانيولز ما بيحتويش على سنتريولز والزوائد ممكن تبقى ديندرايتز وممكن تبقى أجزون ديندرايتز وأجزون واحد بس ديندرايتز نيومراس وشورت وهيلي برانشد وبتاخد هي الانبالز بتاخد الانبالز بتوديها للسيل بادي انما الاجزون بيبقى واحد طويل وبيحتوي على برانشات صغيرة وبياخد الانبالز away from السيل بادي away from الايه السيل بادي طيب ايبقى دي اول حاجة بتاع النيورون وفيهمة الوظيفة بتاعته النيورونز بقى لقينا ان فيها أشكال يعبص كده لقينا فيه أشكال النيورونز ده كده الشكل المشهور اسمه ايه اسمه المالتيبولر ده الأشهر ده اسمه المست كومون المالتيبولر بيبقى عبارة عن الاستراخشر احنا شرحناه طبيعي جدا ده أشهر حاجة في السيل ناس بيحتوي على مالتيبول بروسيسز أكتر من ديندرايتز يعني تلاقي ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وكل واحدة متفرعة لبرانشات وحورات وبتحتوي على أجزن واحد بس هو ده اللي اسمه المالتيبولر المالتيبولر لأنه هو عبارة عن أساس في النص سيلبضي وخارج منه بولز عديدة خارج منه بولز عديدة طيب في بقى حاجة تانية اسمها الايه اسمها البايبولر اهو عبارة عن السيلبضي ده الأساس تمام وخارج منه زائدتين فقط بايبولر ادي بولها وقادي بولها عشان كده سميناها بايبولر عشان كده سميناها بايبولر في بول منهم هتبدأ تروح وتكون الديندرايتس وفي بول منهم هتبقى اسمها الأجزن في بول منهم هتروح وتكون الديندرايتس وفي بول منهم هتبقى اسمها الايه هيبقى اسمها الأجزن الديندرايتس اهي تبدأ تستقبل المعلومات توديها للسيلبضي وتبدأ الأجزن ياخد المعلومات من السيلبضي او اوويف روم السلبادي عشان يوديها لخلية عصبية اخرى ده اللي اسمه البايبولر تمام في حاجة بقى عندنا اسمه اليوني بولر اليوني بولر يعني يعني عبارة عن سلبادي ده الاساس وخارج منه بول واحدة بس بس كده خارج منه وعم فيش حاجة اسمه دندرايتس هنا لأ هو خارج منه اجزل تمام وده ليه برانشات بص بقى كده بص بكده بص كده شايف ده كده اهو وشايف ده كده اهو ادمجهم الاتنين في بعض عشان نكون حاجة بقى ايه مش معروفة حاجة اسمها يوني بولر يعني ايه يعني انا عندي بول واحدة بس المفروض يبقى لها برانشات أو لها شعر كان لك لا قال لك الاساس ده هو هيطلع بروسيس واحدة بس ايه طلع بروسيس واحدة بس البول ده هو هيطلع ايه بروسيس واحدة بس والبروسيس دي تبدأ تدفايد تبدأ تنقسم لحاجتين تبدأ تنقسم لحكتين واحد يروح يكون الديندرايت والتاني يكون الأجزو واحد يروح يكون الديندرايت والتاني يكون ليه الأجزو فعشان كده سميناها سودو يوني بولر يعني الشبه ده شبه ده تمام لأنه شبهه تمام فانت تبصله تقول له إيه ده يوني بولر بس في حقيقة الأمر اليوني بولر ده هو آئد ده يعني هو يوني بولر آه ليه لأنه آئد ده بروسيس واحدة بس لكن البروسيس الوحدة بس دي بعد كده تقسمت لتنين عشان كده سميناها السودو يوني بولر كاذبة ليه لان انت لو بصت لها من الجزء ده بس يعني انا عايزة تتخيل ان انت بصت لها من هنا دي بس هتلاقي اني عبارة عن جسم اوسيل بادي طالع منه بروسيس اللي هو جسم اوسيل بادي طالع منه بروسيس بس البروسيس ده هي بعد كده تقسمت لتنين فبقت اكي انها باي بولر فبقت اكي انها ايه باي بولر المهم أن انت تعافظ للأشكال دي في حاجة اسمها ملتيبولر ودي الأشهر دي أهم حاجة ممكن تعرف بعد كده فيه سودي وينيبولر بايبولر وايه وينيبولر ده كده التأسيم الأولانية على حسب ايه على حسب النمبر of processes يونيبولر بايبولر مالتيبولر تمام وهكذا فيه بقى كلاسيفيكيشن على حسب الشيب يعني على حسب شكله فيه كلاسيفيكيشن على حسب شكله فيه الشكل المشهور بتاعي ليه اسمه بولي جونال يعني ليه كذا ضلة ده الشكل الطبيعي بتاعنا ده اسمه البوليجون اللي بعبارة عن سيل باديو في ديندرايدز توطلع منه اجزل ده اسمه البوليجون فيه نوع تاني بقى اسمه البراميدل سيلز يعني على شكل مسلس كده او شكل هرم اهو هرم اهو اسمها البراميدل سيلز وفيه نوع تاني اسمه البركنجي سيلز بيركنجي اهي ده اهي وطلع منها ديندرايدز كتير جدا 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 وطلع منها اجزل واحد البركنجي سلزي دي شبه ايه شبه الشجر كده بالظبط يعني او شبه الشجر اه اه لا اسمها البركنجي سلزي تمام طيب ايه الفرد ما بينهم يعني هو الفكرة في الشكل بس مش اكتر وكل خلية من دول موجودة في مكان معين كل خلية من دول موجودة في مكان معين يعني دي موجودة في كل حت دي المشهورة دي الأشهر البوليجونال سلس دي الأشهر دي البوليجونال سلس دهاء دي الأشهر طب البراميدال سلس دي موجودة فين قالك دي موجودة في كشرة المخ احنا عارفين ان المخ بيبقى ليه كشرة المخ دهو بيبقى ليه كشرة من بره اهي يعني انت خدت القطاع في المخ كان فيه صورة هنا بيه حاجة اسمها كشرة المخ من بره وبعد كده المخ ذات نفسه حتى هنا كده في الرسمة دي اهي نفترض ده أو المادة بتاعت المخ بيبقى لها كشرة وده المخ فالكشرة بتاعت المخ دي بتلاقي فيها يعني ممكن تلاقي مكونة لقشرة المخ للسيريبرال يبقى دي موجودة فين يبقى دي أهم حاجة تعرف لان هي موجودة فين في السيريبرال كورتكس او كشرة الايه كشرة المخ شايف البركنجي سيلزي ده هي موجودة برضو في كشرة في الكورتكس بس في السيريبرال كورتكس اخد بالك بتبقى فلاسكشيب ده عامنا زي ايه عامنا زي الفلاسك اللي هو بيبقى كده ده اللي هو الفلاسكشيب بتاع المعامل بتاع البتوع البيوكيمستر تمام ده اسمه الفلاسكشيب موجود فين في السيريبرال السيربيلالر ده السيربيلالر ده اللي هو ايه اللي هو المخيخ اللي هو ده اللي هو اللي وره ده اسمه المخيخ اللي هو اللي احنا خدناه قبل كده ده اهو ده السيريبيل لم اللي هو المخيخ تصغير مين تصغير سيريبرا بها تاني ده موجود فين البراميدال سيلز موجودة في السيريبرا الكورتكس إنما البركنجي سيلز موجودة في السيريبيلر كورتكس سيريبيلر كورتكس تمام يبديه تاني تأسيمة على حسب الشكل على حسب الشيب بولي جونال براميدال انت بيركنجي سيلز فيه تأسيمة كلاسيفيكيشن تانية على حسب الفانكشن يعني فيه أعصاب سنسوري فيه عصاب موتور وفيه عصاب انترنيور يعني لو انت خدت مثلا اه مثلا الاعصاب دي فيه عصاب هي ريحة مودية احساس يبقى دين نقول عليها سنسور اللي هي الافرن وفيه عصاب خارجة خارجة من هنا افرنت دي اسمها الموتور وفيه عصاب بتوصل ما بينه وفيه عصاب انترنيور بتوصل يعمل مثلا ده مثلا ده مثلا ايه ده كده اهي ده كده عصب وفيه هنا عصب تاني وفيه هنا عصب تالت وفيه هنا عصب رابع تمام وهكزا فيه عصب ده بيودي ده سنسوري وفيه عصب بيجيب ده موتور وفيه عصب بasing صغيرة كده بتوصل ما بينه العصب ده اسمها enter neurons اهي ده اسمها enter neurons هتاخدها بالتفصيل في فيسيولوجي اسمها enter neurons يبا دي على حسب الايه فانكشن كل واحدة بتؤدي ايه يبا دي كالسفكيشان حسب الفانكشن سينسوري وموتور وايه وانتر نيورونز يبا دي خلصنا كده ايه خلصنا العصب الاساسي اللي اسمه النيورونز الحاجة الاساسية اللي اسمها النيورونز تمام خدنا الستراكشور بتاعها عبارة عن سيل بادي وبروسيسس سواء بقى ديندرايتس او اكزون وخدنا بقى التأسيمة بتاعتها على حسب وعلى حسب شكلها هل هي بولي جونل ولا بركنجي ولا سيريبيلر اه قصدي براميدل سيلس وانا كل واحدة موجودة فين وخدنا التأسيمة التالتة على حسب الفانكشن سينسوري وموتور وانتر ايه وانتر نيورونز طيب خلصنا اول ايه جزء اللي اسمها النيورونز ناخد اللي ايه جزء تاني اللي اسمها النيورو جلاي قلنا ان كلمة جلاي يعني جلو جلو يعني ايه حاجة بتصبورت او حاجة بتلحم يعني فيه اساس يعني مثلا ده الطوبة هوا ده النيورونز دي الاساس صح اساس فيه حاجة بقى بتلحم الطوبة دي بالطوبة دي فيه حاجة بتلحم النيورونز دي بالنيورونز دي اهي ناخدر ان ده الاسمانت اللي بيلحم دول كلها ببعضها دي اللي هي السمغة او الكلو او النيورو جلايال سيلز النيورو جلايال سيلز دي خلايا بتصبورت الخلايا الاصلي خلايا بتصبورت الخلايا الاصلي في منها موجود في السينس وفي منها موجود في البيينس في منها موجود في السنترال نيرفا سيستم وفي منها موجود في البرفلال نيرفا سيستم بصي كده فين الاساس بتاعي اهي دي ايه كده الاساس بتاعي الخالية الاساسية بتاعته اسمها النيرفا سيل او النيور وفي خلاية بتوصل ما بينهم زي دي وزي دي اهي زي دي وزي دي وزي دي في خلاية ما بينهم كده بتصبرت لقيه الخلاية دي هل الخلاية دي اكسايتابول يعني بتفكر بيها بتدي كهرباء مش عارفين لا not excitable cells just support the neurons just بتساعد الخلايا لإيه الخلايا الأساسية طب الخلايا دي إيه الفرق ما بينها أو إيه اللي بيميزها عن الخلايا الأساسية بص كده اسمع الكلمة دي الخلايا دي ممكن يطلع منها تيومر ممكن خلية دهية تنقسم وتدي خلايا كتير جدا 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 ويطلع لك بقى إيه ورم في المخ ليه لأنها بتاقي لو جت للنواة بتاعتها أو جت للstructure بتاحها من جوة هتلاقي فيها centerules فإذا بتقدر تدفعيد تقدر تنقسم ودي معلومة MCQ مهمة جدا 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 يبقى النيورو جلايا أو الجلايا السيلز بتحتوي على إيه بتحتوي على سنتريول الخلايا اللي موجودة في عندي خلية اسمعها الأستروسايتز عندي خلية اسمعها أوليجود انتروسايتز عندي خلية اسمعها مايكرو جلايا وعندي خلية اسمعها ابندايمال سيلز ايه بقى الخليه دي? تعالوا نشوف اول خليه معايا اسمها تعالوا ناخد ال française اهي شايف دي كده? خليه اهي عبارة عن سيلو دي وطلع منها بروسيس اهي ادي بروسيس اهي ودي بروسيس ودي بروسيس ودي بروسيس انت شايف البرسيس دي رايحة فين? رايحة تروح تلف حوالين ال اجزون بتاع نيورن رايحة تروح تلف حوالين ال اجزون بتاع الخلايا الاصلية بتاعتي النيورنز بتاعتي ليه? عشان تفرز مادة اسمها ميلين شيز دي عبارة عن او مادة هنا كده بتبقى موجودة حوالين من حوالين عشان بيبقى فيه كهربا الكهربا تبقى أسرع لو فيه ميلين الكهربا تبقى أسرع لو فيه ميلين من الخلية المسؤولة عن إنتاج الميلين في الأساس في المخ الخلية دي اسمها ايه اسمها الوليجو دندروسايت اسمها الوليجو دندروسايت ليه أوليجو دندروسايت لأنها خلية بتحتوي على دندرايتس عديدة يعني مثلا ممكن يوصلوا لعشرة تمام ممكن يوصلوا لإيه يعني عشان كده سموها زات التفرعات الخلية زات التفرعات تمام بتكون هي بقى طبقية الميلين شيز الراوند إيه من سجمين يعني دي كده اسمها سجمينت ودي التانية ودي التالتة ودي الرابعة ودي الخمسة ودي السبعة ودي التامة ممكن تلف حوالين سجمينت واحدة ممكن تلف حوالين اثنين تلاتة اربعة ممكن توصل لميت سجمينت كمان ممكن توصل اوب تو ميت اجزونز كمان يعني ممكن تروح تلف حوالين العصر ده وده وده فهي عاملة زي ست البيت كده بالزبط تبقى واقفة في المطبخ وتبدأ ايه تبدأ تروح تشوف مين على البوتوكاز تفتح التلاجة تشوف مين الوقت بيعيط تنكد على جوزها نقه هو ده الست البيت اللي هي الالجودينتروسايتز تمام بتعمل نفس الاي فانكشن زي كده واهميتها اين هي بتكوني ميلين شيز حوالين النيورونز بتاعتنا عشان تسرع من الاي كوندكشن تسرع من الكهرباء دي اول خلية اسمها الالجودينتروسايتز خلصنا تاني خلية اسمها الاسدروسايتز فين الاسدروسايتز دي اهي سموها اسدروسايتز ليه لانها شبه النجمة كده موجودة هنا بص كده الاستروسايتز دي ممكن ارسم حاجة هنا اهي هنا ده كده اسمه بلات فيسل ده اسمه بلات فيسل هي بتوصل الاعصاب بتاعتي بتوصل النيورون بتاعي الاساسي بالبلات فيسل ليه مش النيورون ده يا اخي تشوف يعني حاجة محتاجة دم محتاجة تغزية طب مين اللي هيوصل له التغزية هي الخلية دي بتصبورت النيورون الأساسي بإيه بالتغذية من يتأخذ التغذية النيوترانز النيوترانز جلوكوز مثلا تأخذهم من هنا من بلد فيسل وتبدأ توديها النيورون ويقول لها إيه كولي خلصنا الالجوليندرسايتس وخلصنا الأستروسايتس في خلية بقى موجودة في النص اسمها المايكرو جلايا هنا كده شايف الخلية البنية دي دي كده جلايا بس صغيرة مايكرو ليه بقى دي عاملة زي الماكروفاج هي مايكروفاج أصل بس موجودة في السينس فعشان كده سميناها مايكروفاج ليه لأن الماكروفاج لو موجودة في السكن لو موجودة في السكن نقول عليها إيه لانجرهانسل لو موجودة مثلا في الليفر نقول عليها كابفارسل لو موجودة مش عارف فين نبدأ نغير قسمية هي لو موجودة في السينس نقول عليها مايكرو بلاين بتعمل إيه بتفاجو سيتوس بتعمل فاجو سيتوسي لأي وست بروداكتس موجود في النرف السيس يبقى من الخلية اللي بتأكل الأستروسايتس من الخلية اللي بتخرج الويست برودكس هي المايكرو إيه؟ هي المايكرو جلاي تمام طيب تعالوا نراجع تاني آه دي هو شايف اللي باللون الصفر دي دي النيورونز أو الخلية الأساسية فيه بقى خلية تانية بتساعدها وبتصبرت اسمها ليه؟ اسمها الجلايال سيلز زي مثلا أول واحدة اسمها الأوليجولينتروسايتس تبدأ تدي تفرعات عديدة علشان تبدأ تكون المايلين شيز حوالين الأجزون بتاع النيورون علشان يصرع من الكوندكشن بتاع الايه؟ بتاع الكهراء حلو حلو لقينا فيه خلية تانية اسمها الأستروسايتس بتبدأ توصل حكتين ببعض توصل النيورون الأساسي بالبلوت فيسل علشان تبدأ تغزيه تاخد هنا من النيوترونز من هنا وتوديها للنيورونز وفيه خلية تالتة اسمها المايكرو جلاي لو لقيت أي حاجة مش طبيعية أو وست برودكس تبدأ المايكرو جلاية دي بتفاجو سيتوز هي عبارة عن فاجو سيت اكسل تبدأ تفاجو سيتوز الويست برودكس دي لقينا فيه خلية تانية اسمها بتبدأ الخلية دي خد بالك ان البريم بتاعنا عبارة عن ايه؟ بلاين كافيتي فيه كافيتي في النص يعني هتلاقي فيه بعد كده فيه كافيتيس أو فيه مغارات أو حاجات كده ايه؟ فيها موجودة جوة المخ هنا تمام؟ وفيه هنا كافيتيس موجودة فالخلية اللي بتلاين الكافيتيس دي اسمها ايه؟ اسمها فين هي؟ اسمها الإبندايمال سيلز اللي بدي بتلاين الكافيتيس دي كده الخلية اللي موجودة في السينيس أستروسايتس خدناها اللي بتغزي اللي بتعمل مايكرو جلاية اللي بتخلصنا من الويست برودكس والإبندايمال سيلز اللي ايه؟ اللي بتلاين الكافيتيس البريفرون نيرفا السيستم فيه بقى خليتين فيه واحدة اسمها شوان سيلز وفي واحدة اسمها ساتلايت سيلز فين الشوان سيلز دي هي هي الالجو دونتروسايتس بس فين اهي هي دي الشوان سيلز اهي اهي كل واحدة كل واحدة بتلف حوالين سجمينت واحدة بس مش اكتر من كده يبقى موجودة فين الاول موجودة في البريف را نيرف السيستيم يعني مش موجودة هنا اخد بالك مش موجودة هنا خالص لأ موجودة هنا يعني ممكن مثلا ارسمها لك كده اهي بوص جدا اهي موجودة حوالين مين حوالين الأعصاب الطرفية دي اسمها دي اسمها أنا جبت جزء من هي بتلف حوالين واحدة من الأجزون دي يبقى بتلف حوالين سيجمينت واحدة بتعمل اي يعني بتعمل مايلين شيز زي بالضبط بس هي ست البيت بتلف حوالين كذا حاولين إنما دي لا هي ست بيت بس غلبان بتلف ايه هي ما بتعرفش تعمل إلا حاجة واحدة بس بتلف حوالين أجزون بس يعني دي واحدة ودي واحدة تانية شوانسل ودي واحدة تالتة شوانسل ودي واحدة رابعة شوانسل بتنتجي بتجنتج المايلين شيز عشان تسرع من الكوندوكشن تسرع من الكوندوكشن في خلية بقى تانية اسمها اسمها الاسمها الستاليات سيلز كلمة ساتلايات سيلز جاية من ايه اللي هو الأمر الصناعي هي بالزبط كده هي شايف دي كده دي اسمها جانجليون دي اسمها جانجليون هتعرف دلوقتي يعنيه جانجليون بالتفصيل بس المهم إن الساتلايات سيلز دي موجودة على قلب الجانجليون من فوقك إنها موجودة في السماء الجانجلي موجودة على الكابسول بتاع الجانجليون هي موجودة على الكابسول أو بتلف حوالين الجانجليون بس ده كل اللي عايزة اتعرفه عن الساتلايات سيلز يبقى إيه الفر ما بين الخلايا أو النيورو جلايا اللي موجودة في central nervous system في خلية اسمها مش هقول function انا اقول لك الاسم بتاع الخلية وانت في دماغك يجي الفنكشن تمام طيب شوان سيلز خلاص خلاص طيب تعالوا نتكلم شوية عن المايلين ايه المايلين ده مش احنا قلنا اتفاقنا مثلا لواتنا في central nervous system وفي خلية نيورون لقينا ان في خلية اسمها تبدأ تدي تفرعات عشان تكون لي حاجة طبقة المايلين دي طبقة ليه المايلين تلفة حوالين مين النيورون الاساسي بتبع عبارة عن ايه مادة fat like substance مادة ايه شبه الدهن عبارة عن ايه بتكون السلمبرين اصلا اللي هو الفوسفو لبيت بايلير حوالين مين حوالين الاكزون بتاع الخلية بتكون شيز كده حوالين central nervous system لو مثلا لو انا في ال CNS لو انا في ال CNS يبقى الخلية اللي هتكونها اسمها oligodendrocytes لو انا في ال BNS او peripheral nervous system يبقى الخلية اللي هتكونها اسمها شوان سينز طيب ايه وظيفة المايلين شيز ده بيساعدني في الرابط conduction of nerve impulse ده كده هتخلي نيرف impulse بدل ما يمشي كده يمشي كده يمشي كده لا يجي هنا كده ويلاقي فيه طبقة من الفات لا يقوم ناطت النحية تاني هنا كده يجي هنا يلاقي طبقة من الفات يقوم ناطت ينط ينط فسرعة التوصيل تبقى اكبر بكتير جدا لو كانت الخلية دي معلهاش الطبقة من المايلين شيز دي فايزا المايلينيتد فيبرز بتكون دكت مور رابد ليزاني حلو حلو تعالوا كده ناخد معلومة مهمة ايه هي دلوقتي انا كل اللي عملته ايه انا جبت المخ نفترض المخ ده كده اهو اهو ده كده المخ اهو ومتواخد في الكطاع خدت في الكطاع ازاي instructors ايه قطعوا كده قطعتوا كده ومتبصص عليه من فوق حلو يعني قطعتوا كده اهو وبصيت عليه من فوق اهو متواخد فيه كطاع كده وشيلت الجزء ده كل شيلت الايه الجزء كل ده شلته شلته خالص وبصيت على الجزء الجزء ده من فوق هنا كده تمام ده أنا عايزك تعرف بس احنا خدنا القطاع ازاي اهو وده اللي احنا بنشوفه بقى في المخ وهكذا اهو أنا كده بصص على ايه بصص على واحد بس من فوق تخيل هو كده واقف وانا بصص عليه من فوق ده المخ بتاعه ده المخ بتاعه او البرين بتاعه لقينا البرين فيه حتة كده جري اهي وحتة بيضة وايت فلا سمينا دي جري مطر وسمينا دي وايت مطر طب ليه بقت جري وليه بقت وايت لقينا احنا قلنا اتفقنا ان اي خلية عصبية بتتكون من حاجة في النص اسمها سيل بادي وفيها نواة وبعد كده بيخرج منها ليه الاجزو المسا او بيخرج منها دندرايتس اهي دندرايتس دي وبيخرج منها الاجزو اللي هي السيل بروسيس فلقينا ايه لقينا ان هنا كده بيتجمع السيل باديس كلها السيلباطس كلها تبدأ تتجمع في الجزء ده ويبدأ بقى إيه السلوك أو الأجزونز كلها تبدأ تروحن أجزونز كلها تبدأ تروحن فالسيلباطس عشان فيها كروماتين وفيها نيوكلياس وفيها مش عارفة فتبان سودة أو تبان جري فالسيلباطس كلها أو بتاعت النيورونز موجودة في الأطراف هنا كده هنا ايه والدندرايتس كمان بتاعتها والدندرايتس اللي هي الجزء ده كله أو بالدندرايتس بتاعته موجودة هنا كده اما بقى الاجزونز بتاعت النيونس كلها تبدأ تروح بقى هنا في الجزء الابيض فسمنا بما ان دي يعني حتى بص لو تفتكر ان الاجزونز بيكون عليها المايلين والمايلين بيبقى فات يعني قريب من الابيض يا اخي فهنا تلاقي كل الابيض هنا وكل الجري ايه طب ليه ده بقى جري عشان فيه وليه ده بقى ابيض عشان فيه الاجزونز اهو تعالوا نبصوا صورة تانية للمخ للقطاع في المخ انا واخده اهو لقيت فيه جزء ايه جري اللي هو في القشرة هنا كده وفيه جزء وايت الجري ده عشان فيه السيل باديز والوايت ده عشان فيه ايه في الاجزونز بتاعت الاعصاب دي اهو ناخد تفصيلة تانية ادي المخ اهو اه خد بالك ده كده انا واخد ايه قطاع اهو وابص عليه وابص عليه من هنا تمام اه لقيت ايه لقيت ان موجود هنا في السيريبرم واخد بالك وفي السيريبيلم كمان يعني القطاع ده انا ممكن ااخده هنا اهو ممكن ااخده هنا كده في السيريبرم او ممكن ااخده في السيريبيلم كمان عادي جدا تمام وممكن ااخد قطاع في وممكن ااخد قطاع في فلما ااخد بقى قطاع من كل واحدة من دول واشوف الدنيا هلاقيه عاملة ازاي اهو بص كده لو خدته كده ده كده ممكن يكون في السيريبرم عادي او في السيريبيلم هلاقي الجري مطر الجري مطر بتبقى موجودة في الطرف موجودة في الكورتيكسي يعني والكور بيبعبرة عن White Matter والكور بيبعبرة عن إيه White Matter يبدأ كده الطرفة أو الكورتيكس بيبعبرة عن Grey يعني السيل باضلس كلها موجودة هنا والكور بقى بتاعي اللي هو هنا بيبعبرة عن يعني بيبعبرة عن إيه عن White Matter طب ال Spinal Cord العكس يعني هنأخذت قطوع كده في ال Spinal Cord هلاقي الجري مطر موجودة في الكور وال White Matter موجودة في الأطراف في إيه في الكورتيكس الجري مطر بتبعي موجودة centron i , بتبقى موجودة ايه ؟ الطب اله quienes صندر mخ بيبقى algorithm ممكن تلاقي شاية jinemary ermater هنا يعني لازم نقولها هنا عشان بعد كده ما ناخد الصب من الفينيشانس دي نبقى فاهمين الدنيا ماشي ازاي انا بص كل اللي عملته ايه ان انا خدت قطاع برضو في المخ يعني مثلا ده السريبرا ده المخ من فوق ده تو سريبرا الهيمسفير زيهم ادي واحد و ادي التاني تمام وده كده اسمه جزع المخ بيبقى متكون من ايه من ميد برين و بونز و مضالة قبلونجات يعني ده كده اسمه ميد برين ده كده اسمه البونز ودا كده اسمه المضالة قبلونجات وبعد كده هنا بيبقى فيه هنا ايه el spinal cord لقينا ان الكلام ده ماشي فيه شوية سلوك كده ماشي فيه ايه شوية سلوك يعني متلا تلاقي هنا كده مثلا فيه سلباضي هين خارج من el spinal cord وماشيا 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 وراح ايبينش بل روحت لحد ما تلاقي ترميليشن هنا فهي ده اسمه origin اهو وخدت كورس معين عشان توصل لترميليشن معينة فوق في المخ من فوق في السريبرا من فوق ولقنا في زملتها عصب تاني اهو دي سي البالي وماشي ماشي ماشي واخد نفس الكورس وماشي ماشي ماشي لحد ما يوصل لنفس الترميليشن وهكذا كذا ايه كذا سلكي كذا عصب ماشيين مع بعض لما تلاقي مجموعة من الاحصاب كذا ماشيين مع بعض ماشيين مع بعض ليهم نفس الارجين وماشيين مع بعض في نفس الكورس ورايحين لنفس الترمينيشن هم دول زمايلك في الدفع وانتو تقولوا على بعض ايه انتو مع بعض كده نسميكو تراكت يعني انتو مع بعض كده اهو يسميكو ايه يسميكو تراكت تمام يبدأ تراكت ده احنا نقول عليه تراكت طيب ايه الفرق ما بين التراكت وما بين ايه وما بين نيرف عادية مثلا يعني مثلا لو لقيت مثلا ايه مجموعة كده طلعين من هنا اهو طلعين اهو يبقى دي نقول عليها نيرف فيبر او نقول عليها عصب ليه لان هي خارجة outside the sinus يبقى الفرمة بين التراكت ان هو لازم يكون ماشي جوة السينس ليه ليه يعني ايه ليه حدود جوة السينس لا ما يخرجش برة ابدا 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 فدي مجموعة من النيرف فيبر بس جوة السينس انما النيرف ذات نفسه او العصب بقى لما نقول على حاجة اسمها عصب العصب يبقى موجود ايه collection من النيرف فيبر outside ليه outside seenness طيب ببص كده تاني لقيت ايه لقيت فيه مجموعة من الخلايا برضو بس يطلع من هنا المرات يعني مثلا ممكن تكون طلع من مكان تاني من مضالة اوجيونجاتة مثلا ومشي كده مشي كده مشي كده اهو واحد تاني اهو ماشي كده ماشي كده ماشي كده واموا رايحين كده رايحين كده اهو راحوا هنا مثلا اهو راحوا هنا فلاقيناهم الجمعين مع بعض هنا مثلا كده اهو لقينا دول كده مع بعض كده فهما الاثنين ماشيين في نفس السايت يعني ده كده مجموعة الفايبرز دي ومجموعة الفايبرز دي ماشيين في نفس المكان ده هن بس لو تلاحظ بقى ان لما تجيب اصل ده وتجيب اصل ده تلاقي ده origin ودول origin مختلف تماما وتروح تتوصل لنهاية ده وتوصل لنهاية ده تلاقي نهاية دي مختلفة ونهاية دي مختلفة فلما تلاقي كده مجموعة من الاعصاب او مجموعة من السلوك مع بعض يعمل زي ايه بالزبط لما تيجي تشوف الشقة بتاعتك وتلاقي ايه تلاقي مثلا فيه مجموعة من السلوك ماشين مع بعض بس تلاقي مثلا ده سلك ايه الارضي وتلاقي دول سلك مثلا راحل الانارة مش عارف دي ودي راحل الانارة مختلفة او مش عارف ايه فمجموعة السلوك دي مع بعض ما نقولش عليها تراكت لا نقول عليها ايه نقول عليها بندل حزمة من الاعصاب حزمة من الايه من الاعصاب بس وخلاص على كده يبقى دي حزمة او collection of nerve fibers في نفس المكان موجود جوة seenness لازم ان تكون موجودة جوة seenness بس ليهم different origin و different course ده رايح كده وده رايح كده و different termination وكمان different function يعني دي تلاقيها مثلا ايه بتودي احساس للمخ معين دي بتودي حاجة تانية خالص للمخ احساس تاني خالص للمخ فدي نسميها ايه دي نسميها كده مع بعض لما نجمع دول مع بعض نسميهم track لهم نفس نفس كل حاجة origin و course و termination و function انما دول مع بعض كده لما يجمعوا مع بعض في حتة معينة في seenness دي نقول عليها حزمة او bundle انما دلما تخرج برا seenness خالص nerve fibers خارج seenness نقول عليها nerve نقول عليها nerve لقينا بقى حاجة تانية كده ايه هي بصي كده في الاحساس لما تيجي تاخد بقى ان شاء الله في sensory هتلاحظ ان في حاجة هنا مثلا هنا اهو فيه هنا gangly وبعد كده هنا فيه هنا حاجة اسمها first order new york يبدأ يوصل رسالة معينة وتبدأ الرسالة دي تخرج هنا وتمشي بقى في هنا ده كده اسمه brain stem ده كده اسمه brain stem يعني فيه واحد nerve وصل لنيرف تاني او مجموعة من النيرفات وصلت لمجموعة تانية من النيرفات فدي نسميها الorder الاولاني وصل للorder التاني والorder التاني وصل للorder التالت وهكذا فده اسمه first order وهنا كده لما العصب ده يبدأ يمشي يمشي كده يمشي كده تمام لحد ما يوصل لحتة معينة هنا كده ده كده اسمه second order new york ده كده اسمه second order new york عايزك بقى تلاحظ بقى هنا ان هو خد احساس sensory فقط لغير بقى ده اسمه sensory بس وي مشي فين مشي في الbrain stem فقط لغير ما تقوليش بقى في cerebral cortex ولا مشي في spinal cord لا هو مشي هنا هي الجزء ده بس كده اهو ياما مشي في mid brain او في البونز او في المضالة هنا ده كده اهو الجزء ده كده احنا نقول عليه leminiscus نقول عليه ايه leminiscus leminiscus يبقى ده ايه يبقى ده عبارة عن sensory بس وي موجود في الbrain stem فقط لغير ممكن ده اقول عليه second order neuron ده كده second order ايه neuron يبقى leminiscus ايه ده عبارة عن band ascending sensory لازم تكون sensory fibers في الbrain stem فقط لغير طيب لقينا فيه مثلا حتة في المخ هنا في cerebral cortex وفيه حتة تانية شبهها بالزبط ان هي حتة تانية وفيه عصب بيوصلهم هما الاثنين ببعض عشان يبقى فيه تناغم فنقول على الحتة دي كده اخد بالك ده عبارة عن اكزون ماشي فين ماشي في ال white matter لان ده كده عبارة عن ال grey matter والباقي ده عبارة عن white matter فده عبارة عن ايه white matter fibers بتconnect to corresponding parts اتنين شبه بعض بالزبط في ال CNS واحد مثلا موجود في ال right واحد موجود في ال left تمام بتمشي فين بتمشي في الايه في المidian plane تمام عشان ايه عشان تنظم او تعمل ال bilateral functions عشان يبقى الدنيا ماشية بشكل تناغمي عشان الدنيا تبقى ماشية بشكل تناغمي هنا دي بقى نقول عليها ايه دي نقول عليها نقول عليها ايه يبقى انا عندي حاجة اسمها عندي حاجة اسمها باندل عندي حاجة اسمها وعندي حاجة اسمها ايه تمام تبقى عارف ايه الفرق ما بين كل واحد منهم زي ما شرحناها كده بالظبط احنا اتفقنا ان السيل بادلز بتبقى موجودة في السريبرم او في السريبيل بايه بتبقى موجودة في في الاطراف اهي دي السيل بادلز وتبقى موجودة في في النص في السنتر لقينا ان السيل بادلز ممكن تبقى موجودة برضو في السينيس بس في اماكن معينة مثلا تلاقي حتة هنا اهي اهي جري مثلا او الحتة دي او هنا كده تلاقي حتة جري هنا كده مثلا تلاقي حتة جري هنا كده الحتة الجري دي برضو عبارة عن عبارة عن سومة او سيل بادس بس موجودة في اماكن مختلفة عن الطبيعي بتاعها فدي نقول عليها نيوكلياس او نواة دي نقول عليها نيوكلياس او نواة يبقى ما هي النواة دي عبارة عن وفي النيورونال سيل بادس فين جوه السينيس لازم انت بقى جوه السينيس ليه مثلا ده كده حتة من سبان الكورد حلقنا إيه بص كده متجمعة مع بعض ومخرج Jungle دي متجمعة مع بعض يبقى دي الرجل بس براء pine براء الجهاز العصب المركزي موجودة فين على موجودة من ضمن الفريفرا نيرفا سيستيم فدى نقول عليها إيه دي نقول عليها جانجليون جانجليون يبقى إيه الفئر ما بين النيوكلياس وما بين الجانجليون النيوكلياس يبقى تجمعات من السيلباطيس بس جوه إيه جوه السينيس إنما الجانجليون تجمعات من السيلباطيس بس بره السينيس يبقى ما هو النيوكلياس سيلباطيس إنسايد السينيس إنما الجانجليون سيلباطيس أو إتسايد السينيس إن ريليشن تو البريفرال إيه نيروس جينا نقسم بقى الجانجليون دي لقينا ان في عندي حاجة اسمها sensory ganglion وفي حاجة اسمها autonomic ايه autonomic ganglion يعني لما تجي ترسم كده هنا مثلا اه ادي ganglion ايه دي كده ganglion صح تلاقي الجانجليون دي فيها عصب معين العصب معين ده عبارة عن cell body زي ما انت ما شايف وطالع منه بروسس البروسس دي لقينها متقسم لتو لحاجتين تلاقيه متقسم لايه لحاجتين اول واحد عبارة عن ايه عبارة عن peripheral والتاني center اهو ده كده مثلا نفطر دي ديندرايتس بتاعته وده الأجزون بتاعته تمام اهو اهو ده كده عبارة عن ايه دي كده الجانجليون دي دي كده اسمها لايه الجانجليون بتاعته بس الجانجليون دي نوحها ايه نوحها sensory فيها عصب ايه احنا ده نقول عليه sudo yunibuller ليه لانه وقاطي تقني ان هو yunibuller بس sudo ليه لان البروسس بتاعتها اللي خارجة اللي هي yunibuller بتتقسم لحاجتين بعد كده طيب هي الفكرة منها ايه ان هي ده 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 الوقت ده ايديك مثلا نفترض ان دي ايديك وانت تلاسعت تمام فيبدأ هي تاخد الاحساس من هنا من الريسبتور اللي هنا وتبدأ تمشي كده تبدأ تمشي كده تمشي كده تمشي كده لحد ما توصله المين لحد ما توصله للسينس فده عبارة عن افرنت ولا افرنت لا افرنته لانه ماشي كده اهلا السينس يقولها اهلا فهي ده عبارة عن افرنت فايبرز الافرنت فايبرز دي ممكن تروح للكرينيال نيرفز او ممكن تروح للسباينا نيرفز يعني ممكن تلاقي ده كده في جزء منها تاني شبهها بالزبط بس ايه بس تحت رايحة فين رايحة تحت كده للا ايه للسباينا للسباينا نيرفز فده اللي احنا نقول عليها اللي احنا نقول عليها السينسوري جانجلي دي اللي احنا نقول عليها السينسوري جانجلي في نوع تاني بقى اسمه الاوتونوميك بقى بتاعة السمبساتيج والبارة سمبساتيج بتاعة السمبساتيج بقى العكس بتخرج من هنا يعني بص كده تلاقي ايه تلاقي في جانجليون اهي اهي نرسمها بلون لازرق برض دي جانجليون اهي بس الجانجليون دي بقى مختلفة تماما ازاي بقى خارجة من السين نس اهي جاية كده ده عبارة عن اجزون اهو وده كان ليه اصله مثلا سيل بادي هنا ويبدأ الاجزون يروح هنا كده وده النهايات بتاعته بتاعت الاجزون صح وتبدأ بقى عصب جديد تماما من هنا ليه سيل بادي ويبدأ يروح كده اهو يبدأ يروح كده بس الفكرة بقى بfähاجة ان هنا دهه الفكرة بتاعته ليه علشان يروح يحفز العديد من الايه من الخلايا العديد من النيونز يبدأ يحفز العديد من النيونزك ففي واحد بس راح حفز تلاتة مثلا واحد بس راح حفز تلاتة ففي هنا حاجة اسمها ساينابس يعني تقابل أعصاب مع بعض يعني العصاب ده قابل مجموعة الأعصاب دي وعملهم استثارة واحد بس حفز أكتر من كده فده إحنا نقول عليه ده جانجليون يبقى ده بري جانجليون ودي بوست إيه ودي بوست جانجليون ده ما قبل الجانجليون وده ما بعد الجانجليون طيب اليمبلس ماشية إزاي ماشية كده فده عبارة عن أفرنت ولا إفرنت لا المرات ده إفرنت ده إيه؟ ده إفرنت فايبرس دي بتاعت السيمبستيك والبارة سيمبستيك إيه؟ فايبرس طب حصل سينابس آه سينابس بعكس ده دي كده عبارة عن سودو يوني بولر كده عبارة عن سيل بادي وطلع منها بروسيس واحدة بس في حقيقة الأمر هذه البروسيس الواحدة تبدأ تلقسم لتنين بعد كده إنما دي لا ده عصب وده عصب تاني تماما خالص فده إيه؟ فحصل بينهم إيه؟ سينابس الفكرة بتاعت السينابس ليه؟ لإن العصب ده هو يروح يعمل أمبليفيكيشن ويحفز أعصاب تانية كتير جدا أهو بص كده شايف ده كده البرينستيم مثلا البرينستيم الخارج منه عصب ودي الجانجلي دي اسمها الجانجلي تمام؟ الجانجلي دي بعد كده العصب ده هو يبدأ يروح هنا ويعمل سينابس عشان يروح يحفز أعصاب تانية كتير تروح تشغل الآي تشغل ساليفر جلانس تشغل الهارت فنبدأ بقى نعمل أمبليفيكيشن أو نضاعف الإشارات العصبية اللي رايحة المين اللي رايحة للأورجنز بتاعتي فدي اسمها الأوتونوميك إيه؟ الأوتونوميك جانجلي ده كده مقدمة بسيطة نبدأ بقى الجزء التاني من المحاضرة نبدأ نشرح بقى الاسباينال كورد بالتفصيل إن شاء الله خد بالك إحنا في المحاضرة بتاعتي إحنا شرحنا كده الديفينيشنز وخلصنا الجانجلي بتفاصيلها خدنا السينسوري جانجلي اللي موجودة في الاسباينال والكرانيال وخدنا الأوتونومي الجانجلي اللي إيه علاقة بالسينبساتيك والبراسينبساتيك وخدنا يعني كلمة نيوكلياس فضل الجزء ده اللي هو نيرفا سيستيم احنا قلنا في الأول إن البرين بيكون من وميد برين وهايندي برين والفور برين بعد كده قلنا إن هو السريبرام والضايين كفلهم ما بينهم وقادي الميد برين وقادي الهايندي برين اللي هو بيكون من المضالة وجلونجاتا والبونز والسريبيلم خدناه بيقولك بقى الاسباينال كوردز بتتقسم بقى يعني الاسباينال كوردز أو الحبل الشوكي بيتقسم لتمانية سيرفايكل اتناشر سوراسي خمسة لمبر خمسة ساكرال واحدة كوكسجيل كلام من السنوية فيش فيه أي فرق والبريفرا نيرفا سيستيم بعد كده بتقسم لكرينيا النيرفز من فوق سباينال نيرفز من تحت الكرينيا النيرفز بيبقوا اتناشر زوج من الايه العصاب خارجيين من الفرامنا أو الاسكال فرامنا انما الاسباينال نيرفز بقى بيبقوا عبارة عن واحد وثلاثين زوج من الاعصاب الاسباينال اللي هما بقى تمانية سيرفايكل اتناشر سوراسي خمسة لمبر خمسة سكرال واحدة ايه كوكسجيل فيه بعد كده اوتنومك نيرفا سيستيم بيتكون من سنبساتك وبرا سنبساتك بيتبقى موجودة جوا سينيس والبريفرا نيرفا سيستيم بيه سبلاي الفيسرا أو في زبادي يعني الفيسرا بقى اللي زي الجي اي تي بتاعتك والساليفري جلانز وهكذا او الجلانز بتاعتك تمام دي كده تقسيمة احنا قلناها في الاول من خلال الشرح بس قلت بقى قلها عشان ايه عشان لو حد جي يقرأها في الداتة يبقى فاهم احنا ايه احنا ماشيين ازاي دي كده رسمة وده سينترا نيرفا سيستيم اللي احنا قلناها اللي بيبقى عبارة عن برين وقلنا البرين بيبقى موجود جوه الكرينيوم بيبقى ليه كورتكس زي ما اتفقنا يعني زي ما اتفقنا مثلا ده اهو ده البرين بيبقى فيه كورتكس اللي هو الكشرة بتاعت البرين اللي هي الجري مطر بتاعتي اللي هي الاوتر هي مسفير من برا بتبقى عبارة عن ايه بتبقى عبارة عن جري مطر بتبقى عبارة عن جري مطر اللي هي بتتكون من ايه من البودي والدندريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميل من البوديز والدندريـة يجزل و leopard possonoleri التزколة او الجزء الداخلي بقى هنا كده للجزء الداخلي بيبعبارة عن ايه؟ بيبعبارة عن الأجزونز عشان يكون الوايت ماتر تمام؟ الأجزونز اللي بتكون بعد كده التراكتز باسويز والفينتركلز الفينتركلز بعد كده الفينتركلز دي ليه الفراغات او الحجر اللي موجودة جوه عشان بتحتوي على سريبرو سباينال فلاود او السائل اللي موجود جوه المخ واناخد الموضوع ده بعد كده بالتفصيل عشان باقينا ندخل على حاجة اسمها ونشرح بالتفصيل في الجزء التاني من المحاضرة ان شاء الله